الأورام وهل تأثير الأورام دي لوجود الأورام ده ليه تأثير على الخصوبة أو ليه تأثير على تأخر الإنجاب هنتكلم النهاردة عن الأورام اللي فيها وما هي الأورام اللي فيها وما طبيعتها بتطلع إمتى وتطلع منين هل هي ممكن تقلب إلى أورام خبيثة ولا لا هل هي ممكن تأثر على تأخر الإنجاب يعني هي ممكن تكون سبب في تأخر الإنجاب أو الحمل هل هي لها مشاكل مصاحبة للسيدات اللي عندهم أورام لفية مع الحمل هل هي تؤثر على طبيعة الولادة بالنسبة للسيدة هل هي لازم تولد سيزاريا مثلاً أو قيصرية بسبب وجود الأورام اللفية هنتكلم عن الموضوع ده إن شاء الله بالتفصيل الأورام اللفية هي أورام حميدة بتظهر من الخلية اللفية الخاصة بالرحم وهذه الأورام اللفية دي بتبقى أحجامها بتختلف من يعني زي ما بيقولها زي حبة البسلة أو حد الحمصاية لغاية ما تبقى ممكن قد الكورة حيوزناها ممكن يبقى بالكيلو جرامات طبعاً بيختلف الوزن والحجبة حسب المدة اللي كانت موجودة فيه داخل الرحم إحنا عندنا الأورام اللفية دي ممكن تظهر في أي مكان في الجدار الرحم دايماً بنقول عندنا كورفورة أو إكستر كورفورة ممكن تبقى جوه الرحم نفسه ممكن تبقى جوه عنق الرحم أو ممكن تكون حاجة فيه بيسموها في البرود ليجامينس أو بيبقى فيه الأخشية اللي بتساعد على تعليق أو الحفاظ على الرحم في مكانه الطبيعي ممكن تبقى موجودة فيه عندنا الأكثر شيوعاً هو وجود الأورام اللي فيها داخل جدار الرحم يمكن وجودها داخل جدار الرحم بالأول بيبتدي جوه جدار الرحم اللي بنسميه أنتراميورل ومع زيادة حجمها تبتدي إما تتجه بحجمها إلى خارج الرحم اللي بنسميه سابسيرس أو تتجه إلى داخل تجويف الرحم اللي بنسميه سابميوكس يمكن الأورام اللي فيها حسب مكانها وحسب حجمها بيختلف الشكوى منها دايماً السيدات اللي عندهم أورام اللي فيها بتبقى متجهة أو أغلب الورم ناحية تجويف البطن الرحم بيبقى غالباً الشكوى بتاعتهم بتبقى أقل أكثر شكوى بتبقى من نزيف دايماً حتى لو الورم اللي في صغير مع وجود الورم اللي في داخل تجويف الرحم دايماً بيدينا فكرة النزيف ودايماً تبقى شكوتها الأساسية هي النزيف حتى لو حجمه صغير ما بيبقاش ريليتد أوي أو ما بيبقاش لعلاقة أوي بحجم الورم اللي في ولكن دايماً بيبقى فيه نزيف بالنسبة لنا دايماً بنقول أنه بيزود حجم أو مساحة أو السيرفيس إيريا اللي بيحصل منها نزيف خلال الدورة فدايماً بتكون النتيجة في الآخر هو نزالة النزيف على العكس تماماً هو وجود الورم اللي في داخل تجويف البط اللي هو ناحية تانية من تجويف الرحم دا عادةً السيدات ما بتشتكيش منه إلا إذا كان حجمه كبير أوي فيبتدي لما حجمه يجبر يبتدي يؤثر على الأعضاء المجاورة بالضغط يضغط على المسانة فيديني إحساس بامتلاء المسانة المزمن أو إحساس أن أنا كل شوية عايز أخش الحمام وأجيب كميات بسيطة أنه يبغط على القولون أو المستقيم الديني إحساس دايماً أن أنا عندي إحساس بعدم إفراغ القولون وأن أنا عندي على طول إحساس أن أنا عايز أخش الحمام وده برضو سبب ممكن يكون ضغط على شرعين الرجلين فيبتدي يسبب لي القديمة أو الورام القدمين ممكن يكون ضغط على الجهاز الهضمي فيبتدي إحساس دايماً بالعصر الهضمة فدايماً بنقول دايماً الورام اللي فيها اللي هي بتبقى خارج جدار الرحم أو لتجاه تجويف البط عادةً بتكتشف أكسدنتلي أو بتكتشف بالصدفة أثناء الكشف الدوري أو أثناء الحملة أو أسائدة عندها تأخر إنجاب فبنعملها الصنارة عادةً الأعراب بتاعتها متأخرة شوية فبالتالي بتبقى الشكوى منها متأخرة يبقى إحنا عندنا الورام اللي فيه هو أورام حميدة بتطلع من الخلايا اللي فيها من الرحم مكانه بيعتني إما داخل الرحم نفسه أو في عنق الرحم أو في الأغسية اللي بتساعد على تعليق الرحم قلنا ده ورام ليفي ممكن بيبقى حجمه من مليمترات صغيرة إلى سنتيمترات كبيرة وزنه من ملي جرامات إلى كيلو جرامات حسب مكانه إمتى بتبتدي الشكوى إذا كان بدايته بتبقى إنترميرال داخل التجويف داخل جدار الرحم في حد ذاته عادةً ما بيبقاش فيه شكوى قوي إذا اتجه الورام فيه أغلبه إلى ناحية تجويف الرحم بيديني شكوى عادةً بتبقى نزيف ومتبقاش ليه علاقة بحجمه قوي إذا اتجه بالحجم بتاعه اتجاه التجويف البطن عادةً بيبقى الأعراض اللي بتظهر بتبقى أعراض بتأخره قوي بتبقى ليه علاقة بحجم الورام اللي فيه وعادةً بتبقى pressure symptoms يعني إعراض سببها ضغط الورام اللي فيه على أي جهاز من المجاورين للرحم